بعد إقرار حكومة العودة لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وقيامنا ببحث عن أسعار المركبات في بعض مواقع التجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة في أوروبا وبعد احتساب سعرها على أساس سعر صرف يعادل 19.500 دينار لكل 100 أورو أخذنا عينتين وقمنا باحتساب تكلفة السيارات المستوردة لمقارنتها بنظيراتها المحلية فكانت العينة هي سيارة من نوع بيجو دي سونويت بوقود دياز السعة 1.6 لتر مع سنة سير 2017 حيث حدد سعر بيعها ب5.400 أورو أي ما يعادل حوالي 105 مليون سنتيم أما عن تكلفة نقل السيارة نحو الجزائر عبر صفن الشحن البحرية التي تبلغ حوالي 600 أورو أي ما يعادل 12 مليون سنتيم ومع احتساب الرسم على القيمة المضافة أو ما يعرف بالتيفيا والمقدرة ب19% من قيمة السيارة فبعد احتسابها على ذات السيارة نحصل على ضريبة بقيمة 19 مليون سنتيم أما إذا أضفنا الرسوم الجمركية والمحددة بنسبة 15% من قيمة السيارة فنحصل على رسوم بقيمة 15 مليون سنتيم عن ذات السيارة وبعد احتساب كل تكاليف استيراد السيارة من نوع بيجو نجدها تبلغ حوالي 46 مليون سنتيم أي أن القيمة الإجمالية لاستيراد سيارة يبلغ سعرها حوالي 5000 أورو بالخارج بعد احتساب كل الرسوم هو 146 مليون سنتيم وبعد بحثنا في المواقع الإلكترونية المحلية لبيع السيارات فأخذنا عينات عن ذات السيارة من نوع بيجو بنفس الميزات من وقود ديازل وسنة سيري 2017 فوجدنا أن أسعار ذات السيارة تتراوح بين 220 و 230 مليون سنتيم وهو ما يظهر فرقا شاسعا في الأسعار يقدر بحوالي 75 مليون سنتيم عن سعر السيارات المستوردة